خدمة جديدة من جوجل ستنقذنا من المحتالين كيف الأغنياء يتضاربون ويقوموا بفلوسه في نفس الوقت قرار سعودي عن USB Type C وأبل ستنفذ المطلوب والعالم العربي سيستفيد صوت لوحة المفاتيح والذكاء الاصطناعي ومصيبة قادمة مؤتمر تقني عمره مئة سنة سأعطيكم خبر عنه وسامسونج وجوالهم الجديد الـ S24 ومعلومات عنه السلام عليكم وسائكم الله بالخير وحياكم في حلقة جديدة من أول بأول وأروح على طول الأخبار لا تنسوا تكون متابعين لكي ترسلوا جديدة التقنية أول بأول آخر التحديثات على انستغرام والتي يتم فيها منع الناس الذين لا يتابعوهم من انهم يرسلوا لكم أكثر من رسالة واحدة يعني شخص لا تتابعوا فقط يرسل رسالة واحدة ليس فقط يدق عليكم بواري والرسالة الوحيدة ممنوعة تحتوي على صور أو فيديو أو حتى تسجيل صوتي شيء مرة بسيط يجبكم تفعلوه والأمر هذا يخفف من الإزعاجات التي تأتي مع الرسائل المباشرة وأتوقع باقي المنصات يتبعوا هذه النقطة وإذا وافقتوا على المحادثة ستتمكنوا جميعكم من التواصل مع بعض بشكل طبيعي وبالتالي تكون السواليف صح ما بينكم وحدود الرسائل أيضاً بيكون فيها تقنين هذا الأمر الذي يجعل منصة 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 أفضل للمحادثات ومع هذه الخاصية ستقول سيندي ساوث وورث التي هي رئيسة قسم أمان المرأة في متى نبغى الناس تشعر بالطمأنينة وأن الأمر تحت السيطرة ونفتحهم صندوق رسائلهم المباشرة لو ترون كمية الرسائل التي تأتي بشكل يومي الله يرد يبارك الجميع ولكن أتمنى أن أستطيع ربط لكم لكي نحافظ على أمان وسرية معلوماتنا الخاصة جوجل طورت خدمة كانت موجودة من العام الماضي تسمح لكم بالبحث عن معلوماتكم بشكل واضح وبشكل صحيح يدوي لكن مع التطورات الأخيرة صارت الشيء هذا ممكن بشكل تلقائي الأمر هذا يعتبر تطور كبير وبصراحة سيحل كثير من المشاكل قبل وقوعها الموضوع في السابق كان يدوي وليس كل الناس مستعدين يبحثوا هل هناك معلومات عنهم موجودة من شورة أونلاين ولا لا يعطوا من وقتهم 10 دقائق هنا نعرف أن جوجل بنفسهم يرسلوا لكم تنبيهات بظهور معلومات عنكم في الإنترنت وبالتالي يطلبوا من الموقع الذي يعرض هذه المعلومات أن يتم حذفها الميزة هذه تسهل عليكم أمور كثيرة من تتبع معلوماتكم المنشورة أونلاين هنا لا يجب أن أضع تذكير جداً مهم كم المعلومات عنكم الموجودة أونلاين قد يصدمكم سجلتوا في موقع أخباري قبل 5-7 سنوات قد تكون هذه المعلومات مازالت موجودة فأي واحد يتصل أو يتواصل معكم أو يبدأ يراصلكم ويقول لكم شيء عنكم وضعوا في بالكم الشك قبل أن تعطوه ثقة لأنه يعطيكم معلومة عنكم قد تكون أصلاً في الماضي مساببة سواءنا مقارنة بين جهازين من الفئة المتوسطة جهاز الجالكسي A53 5G وجهاز Honor X9A 5G وغيرهم أكيد من المقارنات والتي موجودة على المحتوى فدائماً تابعوا كل جديد أو البول وقالوا لي في التعليقات ما هي المقارنة التي تبغوها؟ هنا أقدر أقول أن هناك ناس طلبوا مننا بعض التطورات أو التحديثات على المقارنات والشيء جداً واضح في تغريدة جديدة لإيلون ماسك أعلن أن القتال بينه وبين رئيس ميتا مارك زكربرغ ستنبثه بشكل مباشر على منصة X أو تويتر سابقاً وكذلك أن كل واحد فيهم يكون فيها أرباح يجنيها وهذه الأرباح التي تأتي من القتال تذهب إلى جهات خيرية يتضاربوا ويقوموا بفلوس طبيعي طبعاً هذه الأشياء المعلنة من ناحية الدخل من خلال المنصة نفسها ولكن أكيد سيكون في رعاء آخرين وجهات أخرى ستمكن أرباح أكثر لهذه البث رأينا فقط سابق أن إيلون ماسك يجرب البث المباشر على X كان أكثر من مرة تمام هذا الموضوع ورأينا الجودة أنها تحسنات بشكل ملحوظ وواضح أن إيلون ماسك أريد أن يفعل تسويق صحيح لخدمة البث المباشر على X ولا أعرف كيف يوافق إيلون ماسك أنه يسويق X مع إيلون ماسك إلا إذا كان هناك اتفاقية ويوجد شيء غير معلن حالياً لأن لا ننسى أن مارك زكربرغ لم يفاعل مرة في مسألة أخذ سوالي في كثير أن هناك بث من الجهة الثانية على سبيل المثال Threads وهنا أيضاً أكد أنهم يضربوا ويقوموا فلوسه في نفس الوقت فيديو يجب أن ترونه من أعلى رمال مملكتنا الحبيبة انطلقت أحلامنا وتستمر إنجازاتنا لتحقيق مكانة رفيعة للمملكة بين دول العالم فيديو جميل من هيطة الاتصالات والفضاء والتقنية يربط بين الماضي العريق والحاضر الذي نعيشه وأكيد المنافسة في مجال العالم حق التقنية وغيرها من الأمور والتحديات لإيصال مملكتنا الحبيبة للصدارة في العالم هذا الفيديو سأضع لكم رابطه في وصف الحلقة مؤتمر ايفا في برلين ترى عمره حوالي ١٠٠ سنة هو جاي الشهر الجاي في سبتمبر ويعتبر من أحد أكبر المؤتمرات التقنية في العالم الذي تقام سنوياً في أوروبا في برلين في ألمانيا عندما نتكلم عن بداية هذا المؤتمر كان في عام ١٩٢٤ قديم جداً، السنة الجاي ١٠٠ سنة في مؤتمر ايفا حالياً المؤتمر نفسه خف الزخم عليه وصبح يتنوع فيه التقنيات إلى أجهزة تكنولوجية منزلية، استهلاكية، أشياء في الطاقة، الاستدامة وأمور ثانية نعرف أن هذا المؤتمر لم يصبح الزخم الضخم إعلامياً، يظل واحد من أهم مؤتمرات أوروبا ومع مؤتمر ثاني أوروبي مهم هو الـ MWC والتي تتعزف عن المؤتمرات بإعلاناتها الضخمة و تعطي إعلانات مجاملة بشكل حسن ولكن هناك شركة سيكون لها إعلان جداً ضخمة و سيكون هناك الكلمة الافتتاحية الموجودة ومتوقع أن يكون هناك الكلمة الافتتاحية في ايفا عندما نتكلم عن شركة أونر، أونر تغير في مجال التقنية وتجدد الشيء الذي عهدناه من شركات صينية سابقة وهذا الأمر سيكون جداً جيدًا و نعرف أن المؤتمر سيتم افتتاحه في 1 سبتمبر يعني بعد أقل من شهر من الحين و كما أردناكم سيكون هناك تغطية لأهم الإعلانات والأشياء التي ستحدث فيه في كل محتوانا على التواصل الاجتماعي بإذن واحد أحد الله يارب العالمين ينفع بنا أجميل قد يتم اختراقكم من خلال صوت تحت المفاتيح؟ نعم و الاجتماعات والمؤتمرات التي تم عبر مكالمات الفيديو كثرت و انتشرت الميكروفونات في كل جهاز حولنا و الآن من التطور في مجال أو نماذج تقنيات الذكاء الاصطناعي حدث بالإمكان إختراق وسرقة أرقام الصر فقط باستخدام الأصوات التي تخرج من لوحة المفاتيح أفضل العافية والذي قصد فيه هو هذا الصوت بالذات عندما يكون لديكم لوحات مفاتيح ميكانيكو الصوت فيها عالي أفضل العافية وهنا نتكلم بأن الشيء هذا صار ممكن ببساطة من خلال تحليل الأصوات التي موجودة في تسجيلات الاجتماعات والمكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي رأيت الأصوات التي تقول لكم عليها الأصوات هذه ستتمكن مخترقين من أنهم يعملوا أشياء غير حميدة من ناحية المعلومات التي تم ذكرها فأنتم مثلاً في اجتماع ونصة الاجتماع قلت لكم أدخل لكم على داشبورد لوحة البيانات من أحد المنصات التابعة لكم في المؤسسة والشركة تضعوا اسم المستخدم وتضعوا كلمة السر هل المعلومات تسربت بسبب صوت فقط لوحة المفاتيح؟ هنا نعرف أن الذكاء الاصطناعي يساعد في أمور كثيرة في العالم ولكن أيضاً يساعد في أمور سيئة في العالم البحثين بريطانيين نشروا ورقة علمية اعتمدوا فيها نموذج تعليمي عميق دربوا النموذج هذا من صنع ضغوطاتهم في لوحة المفاتيح ودعوا النموذج تعلم الأصوات التي تصبح نغماتها وتردداتها وبالتالي بدأت الدقة تزيد وتزيد 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 وقاعدة البيانات في المرجعيات وتزيد 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 ومعاً فيها كثيراً كيف يصبح مستخدم الآن؟ لا تستخدموا لوحة المفاتيح أثناء البث أو خربطوا وعطوا كثيراً أخضروا لا، يبقى المهم هذا الخبر، سأذهب إلى اللي بعده ننتقل الآن لجوال سامسونج جالاكسي S24 الجديد والذي بحكم العادة نشاهده على شهر فبراير أو مارش سيكون هناك ترقية كبيرة للكاميرا حسب آخر التسريبات والتسريبات أيضاً وضحت استبدال الكاميرا المقربة بدقة 10 ميجا بيكسل وتقريب إلى خمس مرات حقيقة والتسريبات أيضاً تقول أن جهاز S24 Ultra سيأتي بكاميرا تلي فوتوغرافية بدقة 50 ميجا بيكسل وتقريب إلى ثلاث مرات وهذا الأمر يعتبر تحسين جداً كبير من ناحية الفئة الألترا وهو البديل الصحي الصحي للنوت النوت هو الألترا وهناك أيضاً أن الجهاز سيأخذ المستشار 200 ميجا بيكسل الذي موجود في نفس S23 Ultra وهنا نتحدث عن تحسينات من غلال معالجة الصور التي تأخذ من نفس المستشار الذي جاء على S24 نعرف أن الكاميرات تتطور وهذا التطور يجلب لنا أشياء رائعة جيدة ولكن ليس بالشيء الجذري الذي يجعل الناس من بين S22 و S23 وهي الألترا إلى S24 عندما يتم إعلانه التكاليف القانونية الخاصة بالمستخدمين ستتكفل فيها منصة تويتر ولكن كيف ولماذا؟ إيلون ماسك أعلن بشكل رسمي أن منصة التواصل الخاصة بـ X ستتكفل بكل التكاليف القانونية لجميع المستخدمين منصة X في حال تمت معاملتهم بشكل غير صحيح أو غير عادل في بيئة عملهم من قبل رؤسائهم بسبب نشاطهم أو إعجاباتهم على منصة X إذا كان يحاول إلحق الناس في مكاتبهم ويتحبب لهم بطريقة غريبة في التواصل الاجتماعي هذا الجالكسي 6 ماسك أضاف وقال لا يوجد أحد فقط نتكلمونا ونضبط لكم الأمور ويقصد أنه سيتكفل بتكاليف مهما بلغت إيلون ماسك معروف بأنه يهتم بحرية التعبير بشكل كبير عند استحواذه على تويتر كان من كلامه الذي قاله في هذه الفترة قال أن حرية التعبير هي حجر أساس لديمقراطية عملية وصحيحة بالذات الأمر الذي يسعى له على منصة X يظل إيلون ماسك كثير من الأحيان يأخذ فكر أنه يعممها على الكوكب بدون وضع اعتبار بفكرته أو بتقنياته أنه هناك حوكم أحول الكوكب لكل شيء مثل عندما يأتي لمنصة ستارلينك ويقوم بإعطاء النت لكل العالم حسنًا بماذا؟ كل العالم وكل دولة لها سياساتها في هيئاتها الخاصة بالتقنية لإيجاد تقنيات بشكل صحيح يساند المجتمع ويساند أيضًا المستخدمين لا يجب أن يكون هناك شيء صحيح مدروس وحسن في تقديم الأمور أذهب إلى فاصل وأجهزة سامسونج الجديدة لدينا جالكسي زي فليب فايف والفولد فايف والتاب اس ناين ألترا مراجعاتهم التفصيلية موجودة على القناة والساعة جاء في الطريق بإذن واحد أحد خاصية واتساب جديدة ستمكن المستخدمين على عمل اجتماعات على نفس تطبيق الواتساب واتساب بدأت تطرحها للمستخدمين كميزة جديدة لتسمح بمشاركة محتوى الشاشة أثناء مكالمات الفيديو الميزة هذه تم طرحها لمستخدمين الأندرويد والآي او اس وأيضًا نظام ويندوز ومعها التحديث جاء خاصية ثانية تسمح بإجراء مكالمات فيديو بشكل أفقي وكما هناك خاصية جديدة يختبرها تطبيق الواتساب وهي خاصية بيكون اسمها المحادثات الصوتية فالمحادثات الصوتية ستمكن المستخدمين من بدء مكالمات جماعية في دردشة أيضًا جماعية بدون أي إزعاج لأعضاء المجموعات يعني جوالاتكم لا ترن ولكن سيأتيكم إشعار بأن هناك محادثة في الجروب ويجب أن تدخلوا على الجروب هنا نقطة مهمة واتساب من يملكه؟ مارك زيكربيرغ مارك زيكربيرغ الذي لديه انستجرام وأيضًا عنده فيسبوك شركة متا هنا نعرف أنه مهما إيلون ماسك ماسوى، هناك شبكة مليارية شبكة مليارية وليس في هميات الملايين ليس قصدي شيء، لكن المنافسة دائمًا كويسة ونحن المستفيدين كمستخدمين ترجمة الإيميلات التي توصلنا معها صارت مشكلة مع خاصية جوجل جديدة للآي او اس والأندرويد الخاصية هذه تمكنكم من قراءة الإيميلات بكل سهولة أول في الجيميل كان متوفر خاصية الترجمة للإيميلات على متصفحات الويب لكن متوفرة على أجهزة الآي او اس والأندرويد والميزة الجديدة ستعمل معكم على حسب لغة جهازكم يا علي، إذا جاءكم إيميل بالإنجليزي او بالفرنسي ولكن انتم ونظام جهازكم بالعربي، هنا سيبحر لكم زر يسمح لكم بترجمة الإيميل بشكل مباشر وتصبح قادرين على قراءته بلغتكم الأساسية، لغة الجهاز يعني أموركم طيبة بإذن الله، وما في داعي تجلسوا الترجمة وكل الإيميلات التي تأتيكم على نفس التطبيق أو خارج التطبيق ولكن على كل حال، الأمر لا يشمل حالياً كل اللغات هنا أذكركم أن اللغات تفتح لكم أبواب جداً كثيرة، فالأمر هذا لا يعني أنكم تعلموا اللغات الثانية، لا يبقى لكم شد حيالكم تعلموا اللغات الثانية، ومنها أموركم تصبح أفراد قرار جديد، إصدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمواصفات المقاييس والجودة سيخفض خمسة عشر طن من النفايات الإلكترونية سنوياً مئة وسبعين مليون ريال تنفق سنوياً سيتم توفيرها على مستهلكين الشواحن في المملكة وخفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن بما يقارب الـ 2.2 مليون وحدة سنوياً هذه بعض الآثار المتوقعة بإذن واحد أحد بعد تطبيق القرار الذي سأخبركم عليه قبل كم يوم أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات المقاييس والجودة عن قرار جديد يتكون من مرحلتين لتوحيد منافذ الشحن في الهواتف والأجهزة الإلكترونية في المملكة لكي تصبح كل المنافذ فقط نوع USB Type-C القرار هذا جاءنا لأهداف كثيرة منها تحسين تجربة المستخدمين في المملكة وتقليل التكاليف عليهم لتقدم لهم تقنية شحن وبيانات عالية الجودة بالإضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية التي تطبيقها المملكة من خلال تقليل حجم النفايات الإلكترونية كما قلت في البداية، القرار هذا سيسهم بخفض النفايات الإلكترونية بما يقارب الـ 15 طن سنوياً وخفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وكيابل الشحن الخاصة بالهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية بما يفوق الـ 2.2 وحدة سنوياً كذلك سيساهم القرار بتوفير الإنفاق من المستهلكين على هذه التقنيات بالنسبة لتنفيذ القرار، سيتطبق على مرحلتين المرحلة الأولى ستبدأ في عام 2025 من بداياته وبهذه المرحلة ستلتزم الشركات وكذلك الموردين بتوحيد منافذ الشحن في جميع الأجهزة المتعددة أبرزهم الهواتف المتنقلة الدكية، الكاميرات الرقمية، السماعات، الروترات، ولوحات المفاتيح وغيرها من الأجهزة أما بالنسبة للمرحلة الثانية، ستبدأ في عام 2026 من يوم واحد إبريل في هذه السنة بإذن واحدة تلتزم الشركات وجميع الموردين بتوحيد منافذ الشحن في أجهزة الحاسوب المتنقلة واللابتوبات البعض سيسأل عن سبب تأخير تطبيق القرار لعام 2025 أكيد لأن الشركات والموردين يبدأوا بالتجهيز من الوقت المخزون الذي موجود عندهم لا يعمل فيه، أيضاً الخط اللوجيستي كيف يبدأوا يدبروه الشركات تبدأت تضع هذا المنفذ بالأجهزة القادمة على ساس تعرف أن تقدر التقنية تتممه وهنا لا بد أن أقول لوجهة نظري في الموضوع أول شيء أكيد يعطيهم العافية هي الاتصالات والفضاء والتقنية وأيضاً الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خطوة جداً جميلة وكنت متشويق أسمعها الاتحاد الأوروبي وأيضاً بعض الجهات حطوا على أبل أيضاً يتمموا هذا القرار ولكن عندنا في منطقة العربية لم يطلع قرار بهذه القوة من جهات رسمية وهذا الأمر حدث في المملكة العربية السعودية هم أحد نوافذ الأساسية لإيصال التقنيات في المملكة العربية السعودية وحكمتها بشكل صحيح وهناك تقنيات الجديدة للشحن بوضع مصالح المستخدمين قبل مصالح الشركات وهذا أحد الأشياء التي تجعل شركة تابل ما زالت ماسكة في اللايتنينج وهذا الموضوع يتغير وهنا نعرف أنه عندما يأتي الـ USB Type-C للمملكة العربية السعودية بحكم الحجم التجاري للأجهزة التي تنبع في المملكة العربية السعودية كل المنطقة العربية تتأثر فالـ Middle East الشرق الأوسط يحصل على النافذ بحكم شيء طبيعي الذي يحدث في كل مرة تم إطلاق هذه الأجهزة في منطقتنا فهنا نعرف أن القرار الذي طلع من الهيئتين يعود على الفائدة بإذن الله على المنطقة العربية بالكامل وهذا القرار لا بد أن يأتي معه التوعية الصحيحة عن منافذ USB Type-C أنواعها، سرعة البيانات وغيرها من الأمور ويجب أن ترى محتوى كامل بإذن واحد أحد دائماً وأبداً هنا عندكم إنفع بنا يا رب العالمين أجمعين شيء يثلج الصدر لو نسمع هذه القرارات أأتي الآن لأسئلاتكم وأستفسراتكم في ردة على تغريدة تسريب مساحة الآيفون الجاي حسام رد أن المهم مساحة آي كلاود تصبح أكبر ومساحة الجهاز ليس مشكلة بصراحة على حسب الاستخدام ولو تابعنا أخبار التقنية سنجد أن كل سنة تنزل مساحات أكبر في الأجهزة ويظل معها الليبل للسعر والسعر أعلى بكثير ونعرف أن آي كلاود تتطلب الإنترنت الحسن بحيث أن تستفيد من المنصة كاملة أكثر حجم يتم استخدامه من المستخدمين آي كلاود هي 5 جيجا والخمسين جيجا الأولية المدفوعة هي أكبر حجمين ونعرف أن هناك فئة محددة نوعية من الناس الذين تحتاجون مساحات أكبر من كثير واحدة النصائح التي أستطيع أن أخبركم إليها من الآن سأذهب إلى آي كلاود الخاص بكم وراجعوا الأجهزة التي موجودة لكم ومنها ستعرف أن يمكن أن يكون هناك إشتراكات لها داعي في ردة فعل على فيديو لوحي سامسونج ليث رد علينا وقال جهاز قوي ورهيب يعتبر أقوى تابلت أندرويد بالسوق لكن لا أشوف الفرق الكبير بينه وبين الإصدار السابق التاب اس 8 ألترا المهم فيه المعالج صار أقوى ونتحدث عن صرفية الكهرباء والأداء الداخلي نوعاً ما كلامك صحيح ولكن أيضاً بعض المستخدمين يحتاجون مقاومة الماء وغبار وأيضاً بعض المستخدمين يحتاجون كاميرات متطويرة أفضل فأنا بالتأكيد معاك لا نحاول أن نغير من جيل إلى الجيل اللي بعده بشكل مباشر وإذا كان عندنا التاب قاعد يخدمنا أو أي جهاز يخدمنا بشكل صحيح أبداً لا تضعوا في خاطركم تغيروا هذا الجهاز واستنفذوا إلى آخر رمق من حياته الرقمية الإلكترونية وبالتالي كون استثماركم صحيح فيه وكذا وصلنا لنهاية الحلقة اليوم لاحظون الشباب هنا خلصنا لكم هذه الحلقة أتمنى دائماً تكونوا بكل خير وصحة وعافية سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغررك وأتوب إليك من الكهف ومن الشباب كلهم نراكم على خير بإذن واحد أحد في أمان الكريم